قرر مدير عام هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي رفع أجور النقل العام بنسبة عشرة في المئة ويشمل القرار حافلات النقل المتوسطة والكبيرة وسيرات التاكسي وسرفيس العاملة على جميع الخطوط اعتبارا من الخامس من كانون الثاني المقبل وبين اللوزي أن المعطيات التي قدرت على أساسها نسبة الرفع هي تضخم وأسعار المشتقات النفطية والعمر التشغيلي والإسهلاك لافتا إلى أن المشغلين تحملوا كثيرا من المصاعب لفترات طويلة إن عكست على أداء النقل وأضاف أن الهيئة ستمنح سيارات التاكسي مهلة أسبوعين بعد تطبيق قرار رفع أجور النقل لتعديل العدادات وتصويب أوضاعها للعمل بالتعرفة الجديدة بخمسة واحد سيكون السير بالإجراءات أو اعتبار اليوم الأول من تطبيق الرفع الأجور وبنسبة عشرة بالمية هذا الرفع لأنه بالنهاية إحنا كمان المشغلين عانوا لفترة طويلة حقيقة اللي قاعد بيصير بقطاع النقل إنه المشغلين نزلنا عليهم بال2016 ثلاث مرات تم تخفيض الأجور ولم يتم رفع الأجور من بداية 2016 لغاية الآن ترجمة نانسي قنقر